من محافظة الأنبار أطلق السوداني موسم تسويق الحنطة في عموم العراق بداية كيف تقيم بدورك الاستعدادات في المحافظة لهذا الموسم بداية السلام عليكم وعلى أضيفك كريم وعلى جمهور قناة الفلوج الأكارم أينما حلوه أينما وجده قناة الفلوج الأكارم اليوم صلتت الضوء على زيارة السيد السوداني وهي مشكورة على هذه الاتفاة الكريمة لمحافظة الأنبار والزيارة بادرت أمل وأولى هذه الزيارة أعطت للشعب الأنبار بشكل خاص والشعب العراقي الطموح الذي كان من المستحيل أن يتحقق لأنه يتحقق بزيارة السيد الرئيس السوداني لأنها أول زيارة لرئيس وزراء عراقي يتجول في محافظة الأنبار ويجتمع مع مجلس المحافظة ويستمع بالأجزة الأمنية ويزور الأسواق المحلية في المحافظة ويتجول بين أبناء المحافظة ويستمع إلى مشاكلهم ويضع الحلول الناجعة والسريعة لهذه المشاكل وأعطى رسالة اطمئنان للشعب الأنباري والشعب العراقي أن هناك من يسأل عنهم ومن يرعى مصالحهم ومن يحل مشاكلهم ويضع الحلول للأزمات المتعاقبة التي دارت منذ سنين الأنبار خرجت من رحل حرب الطاحن التي أبداها داعش أيبان دخوله إلى محافظة الأنبار وحطم البنى التحتية وحطم الإرادة المجتمعية وحطم كل الحرث والنسل في المحافظة ولكن سرعان ما رجعت هذه المحافظة بجهود طيبة من أعضاء برلمان خيرين ومن أبناء المحافظة الخيرين سيد جاسم بما أنك أشرت إلى الملفات والمشاكل المتراكمة التي عانت منها الأنبار وبما أنك أشرت أيضا إلى أن هذا أول رئيس وزراء يزور محافظة الأنبار وكما نعلم كان برفقته وفد وزاري رفيع بالتالي ماذا عن إمكانية تحريك عجلة المشاريع المعطلة بالمحافظة والتي أشرت إليها سيدة الفاضلة زيارة السيد السوداني جاء في جعبته الكثير من الحلول والكثير من المشاريع التي تقدم المواطن وتقدم الشعب الأنباري وتقدم الشعب العراقي وهو رجل مهني ومهندس وعلى يده أصبح العراق في متنفس الأعمار وفي متنفس الخدمات وفي متنفس الاستقرار الأمني والنوعي بالخدمات لأن هذه المشاريع استراتيجية التي أطلقها في بغداد لفق الاختناقات والتي جاء إلى الأنبار من أجل تحريق عجلة الأعمار والمشاريع المتلكة في الأنبار وحركة وعطاء الموازنة إلى محافظة الأنبار أيضا وعطاء حقوق الفلاحين واستماع على مشاكلهم في المحافظة والتجوال في الأسواق المحلية هذا أعطى أروع صورة لأروع رئيس وزراء خدم العراق من بعد الاحتلال إلى وقتنا هذا سيد رئيس وزراء كما أشرت سلفا وسابقا أنه أول رئيس وزراء يخدم العراق ويجعل روح الأبوية تحتوي الكل وهو ما ينظر إليه بادرة أمل كل العراقيين عقدوا الأمل على حكومة سيد محمد الشعاع السوداني لانتشال العراق من الواقع المحطم والواقع الأمني الغير مستقر والغير مستتر وبالتالي سيد جاسم في ظل الأخصاء المسلحة الغير مرتبطة بالقانون ولكن خطوة إيجابية من سيد السودان أود أن أتابع معك نعم وفي ظلمة تشير إليه إلى أي مدى تعتقد أن هذه الخطوة التي قام بها السوداني أبعدت أيدي الأحزاب المتنفذة عن بعض المشاريع التي لطالما ظلت متعثرة ولسنوات نعم سيدة الفاضلة سيد السوداني وضع اليد على الجرح عندما أتى إلى المحافظة وشاهد بأم عين المشاريع المتلكة والمشاريع المنفذة المشاريع المتلكة وضع الحلول لها وسيتابع بكل تأكيد لديه فريق متخصص ولديه فريق متابع للمشاريع التي يطلقها السيد رئيس وزراء فبكل تأكيد هذه ستعطي محفزا إيجابيا لدى الشركات العاملة في محافظة أمبار ولدى المحافظات الأخرى لأنه عندما ترى أن المسؤول يعطي مشاريع ويتابع هذه المشاريع ويحاسب المقصر ويكافئ المثابر والمجد هذه هي الروح الإيجابية التي تخلق الإبداع لدى المواطن العراقي ولدى المقاول ولدى العامل ولدى العامل النظافة ولدى الموظف ولدى الشرطي ولدى الضابط ولدى كافة الأجزة الأمنية والرقابية والأجزة الإدارية فمشكور مجلس المحافظة استقبل سيد رئيس الوزراء بما لديه من مشاريع ستراتيجية متلكة ومشاريع تحتاج إلى إنشاء جديد وبالتالي ماذا عن المطلوب من مجلس المحافظة برأيك في المرحلة القادمة من أجل إنجاز هذه المشاريع بعد أخذ هذه الدفعة المعنوية من السودان المجلس المحافظة الجديد الأنبار يتطلع إلى هذا المجلس لكون أغلب كل من أبناء المحافظة ومرحم معاناة المحافظة وجاءوا لأجل خدمة المحافظة فإن شاء الله نرى منهم كل يسير ونرى منهم كل ما يخدم الشارع الأنباري وعاقدين العزم والأمل بهذا المجلس المحافظة أن يقدم أوسع ما لديه من خدمات إلى الشارع الأنباري لكي يرى الأنبار النور وليكي يضاهي أقليم كردستان في الأعمار والبناء والخدمات وليكي يضاهي باقي المحافظات الأخرى وليكي باقي المحافظات الأخرى تأخذ على مسارهم وعلى نهجهم وتبدي الأعمار في المحافظات الأخرى نرى أن البصرة بأيدي أهالي البصرة الشرفاء والكرماء وسيد أسعد العيداني أبصرت النور ونرى فيها مشاريع خدمية واستراتيجية ونرى المحافظات الأخرى نأمل أن تتكرر زيارات سيد محمد شاع السوداني إلى محافظة الدنبار والمحافظات المهمشقة الديوانية والمثنى والناصرية وغيرها من أجل أن تكون هناك بصيص أمل لدى المواضع العراقي في كل أرجاء المعمورة في العراق شكرا جزيلا لك الباحث السياسي والاقتصادي جاسم العساوي من الأمور